أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعتني دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي مرحبا بكم في عدد جديد من حسدكم أولادنا تحتج نحن أولادنا تحتج نحن تعالج مواضيع عديدة هذه المواضيع تعلق مباشرة بالأولياء كيفاش يعالجوا حالما كيفاش يتعاملوا مع حالما في تربية ولادهم اللي هم أولادنا وراهم تحتج نحن اليوم رايحين نترقوا لموضوع مهم جدا هو موضوع صحة الأسنان ما يخفكمش باللي كامل نحب ونضحكوا أسنان نيبان وشابين وكامل إذن ولكن هذه الأسنان هادو عندهم صحة عندهم طريقة كيفاش نتعاملوا معهم وكامل وانتوما يا أولياء مهمتكم أنكم تعتنيوا بأسنان ولادكم نفهموكم معلاش إذا في هاد الحساء راح نستقبل أخسائي الدكتورة جراحة أسنان مهدي نعيمة فضلي مادام مرحبا بيك شرفتنا مرحبا بيك مادام مرحبا بيك مرحبا بيك وكذلك نستقبل أخسائي في علم التربية السيد لابرينور الدين فضل أستاذ شرفنا شرفنا الله يخليك مرحبا بيك مرحبا بيك تفضل 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 كذلك معنا أخسائية اجتماعية في شؤون الأسرة والطفل السيدة حريش أمينة تفضلي تفضلي أستاذة تفضلي مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك وكذلك في كل مرة نستقبل أم ولا أب باش نشاركنا التجربة نتاعه في هاد المجال هذا معنا السيدة مهراوي إيمان تفضلي مادام مرحبا بيك مادام تفضلي تفضلي شرفتنا شرفتنا وفي كل مرة نستاذفو الطفل ولا طفلة يجي دير الواجبات المدرسية نتاعه في هاد المكتب الجميل باش انتو متاني تروحوا ديروا الواجبات المدرسية تعاكم معنا اليوم الطفلة أروى تعالي 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 كمش راكي زيدي واحدة زيدي واحدة شوفي في الكاميرا وش راكي بنتي عني مليحة اه كمليحة تحبيت تقراءة أروان ايه وش ديري كي تقرائة انت يا تكتبة في الكراس ولا تديري الأرقام ولا وش تديري نا نكتب في الكراس تكتب في الكراس ايدا اليوم راحت ورينا فهاد المكتب الجميل كيفش تكتبه في الكراس سيخي تروح يدير الواجبات ديالك أي تفضلي بنتي تفضلي 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 وانتوما كذلك يا أطفال لازم تديروا الواجبات تعكم بانتظام باش تنجحوا إن شاء الله لأن مهمة نحنا أنكم انتوما تنجحوا مرحبا بكم في هذه الحصة أنا بنسب لي حصة مهمة جدا لأن صحة الأسنان على منظر شيء مهم مهم جدا دائما نتسألوا الأولياء يا هل ترى كيفاش وليدي نتهاون معاه ما نتهاونش معاه يا هل ترى نكون أشو فالنا باش يبروسي سنانو وما يبروسي هومش نديه للدونتيست حتى توجعوا الدرس نحنا في الجزائر أنا واحد من الناس بلك حقيقة أولدي يا ربي يحفظهم على المونيكاش نبروسي سناني وكانوا أشو فالو كامل ولكن عندنا هذه التبعاء نروح للدونتيست كي توجعني الدرس كي توجعني الدرس نروح للدونتيست احنا ماذا بينا اليوم شويا نحس الأولياء لهذا الصحة الأسنان كي شيء مهم 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 جدا إذن دكتورة مهدي نعيمة ركي متواجدة معنا اليوم باش تنورينا تنورينا حبينا نعرف وش هو وش هي صحة الأسنان وش إلا كان معتنينش بالأسنان وش ينجمع لهذا شيء تسوس وش هو درجة تسوس يا هل ترى كان تسوس خطير مش خطير وكذلك ماذا بينا تركينا على أنواع الأسنان كذلك لأنه كان الأسنان اللبانية لدون دولي هذوك ما نعرفوش كيفاش نتعامل معهم يا هل ترى ولدي كي يكون صغير عنده أسنان لبانية وعنده تسوس شيء خطير مش خطير كيفاش نتعامل معاه نحلو ما نحلو شو كامل ماذا بينا توضحينا هذه النقطة هذه بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صحة الأسنان بالطبع مهمة جدا وخاصة عند الطفل وهو صغير ما يعرفش الأهمية تحا لازم الوالدين يكونوا معاه دائما يتابعوه حتى يعرف الأهمية تحا بالطبع أي سنة يبدأ لازم يبدأ البروساج دكتورة هو يشوف الطفل نعرفه بعد الصبي تبدأ الأسنان من شهر السادس شهر السادس تبدأ تكون الأسنان يقول لك بلديها ويدير في سنان في جهة الحنة ثم الأهم خاصة تبدأ تتبع الصبي ديالها لأن دهور الأسنان هي كل ستة أشهر عند الصبية بدأ في ستة أشهر نزيدوا ستة أشهر تانين تبدأ تظهر در أسنان أخرى أسنان أخرى دونك الأهم على بلها بالمدة من دهور الأسنان هي ستة أشهر حتى يقفل ثلاثة سنوات حتى ثلاثة سنوات هدو أسنان لبنية؟ دونك عند الصبية من ستة أشهر حتى ثلاثة سنوات في عمره هادو هابا هاد هي المدة لالأم تكن مع الصبي ديالها هو سيسيغل تعطي عبرات أخرى متل الحماء تعطي إسهال يكون الصبي دائما مريض يعني دائما ما يكون شمال يحكي ما يقوله الأنباهات ينتبهوا هذا الشي الطفل باختر بسي ما يكون نيفويسيل هادو كام الأعراض دات جا من دوهول الأسنان من سي ما من ستة أشهر حتى ثلاثة سنوات يكون عندو دي سيمبتم يعني ما يكون شمالي حمى نيفويسيل ثم باتت هنا الأم من هاد الحمى ومن اسهالات ومعند زيارة الطبيب الأطفال هو البادياتر دونك اللي طولتان تخين دوهول دوهول تخين دوهول بنت دام دي فاسي عكوز دي دام ومن بعد مو ومن ثلاثة سنوات ثم ما لازم الأم تكون واعية بلي لازم تعلم له كيفاش ينظف أسنانه كيفاش يبرو سيسنانه بالفرشات وهو يتعلم عليها على بابه على خابته الكبار يشوفهم بلي يتجهوا إلى إلى تنظيف أسنانهم أسنانهم دونك يشوف بلي يفو يفو سبغوصي لدان ويتباحهم أستاذا شفتك بلي جبتنا فم إصطناعي ماذا بينا تورينا ما هي الطريقة السليمة في البروصاج تعل الأسنان أنا جايتك أخو يا زيد لازم نقبل نوضح الدرسة وش فيها كامل داكور باش يتبعوني دونك هذي درسة ستون مولارة ستون مولارة والطفل عندو المولار بيانسور الطفل وش عندو يبدأ بالقواطع بالقواطع بالزنسيزي بالسنترال وبعدها الزنسيزي بالاترال وما كامل القواطع هذو داكور جانبية ووسطة يبدأوا هذي مولارة هكذا كما هذي أدراس ديهم بعدها لكانين الأنياب وبعدها يكمل كانت بالمولارة يكونوا عندو عشرة أسنان في الفك الأسفل في الفك الأسفل وعشرة في الفك الأسفل العلوي الأعلى انتو كابل كين جمعون عشرين يكون عندو عشرين عشرين سن سن داكور 20 دن ديسون روح وديسون با داكور هذي هذي هنه مولارة كامل الأسنان هكذا المحتوى التحرمان على كونسي تتعالى كونسي تتعالى كونسي تتعالى هنه ديبنا المولارة هنه ديبنا للمولارة هنه 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 طبقة الأولى هو الميناء هنه هنه نعم هي الطبقة الأولى نعم هو الأبيض اللي نشوفوها الخارجي الميناء عنا الطبقة الثانية هي اللوب العاج لدنتيد دونك الميناء العاج وبعد عنا في الوسط هو اللوب هنه هذي منطقة حساسة لأنها تحتوي على وعندنا لناغل داخل يعني حية حية هنه 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 نحن نحن لا يشكيش لنه نحن لنه لا يشحيه هنه لا يشحيه لا يشحيه لا يشحيه بسرح ليش حساسة يعني ليش حساسة لا توجعش كم يقول دكو يقدر يكون عندو تسوص سطحي كم يقولون سطحي برميار لستداء المرحلة الأولى لا يوجعش لا يشكيش لا يشكيش لا يشكيش الحلويات والسكريات لا يشكيش لا يشكيش لبعد دكو لا دانتين هنا العاج زي تحبط المرحلة التانية تعتصوص التسوص يتمشى من الميناء تحبط للعاج هديك سالو دوزم دقري المرحلة التانية ثم الانفان يحس ما يشكيش بزاف بصح عندو عندو حساسية خفيفة وتدخل تتعمق السكريات الداخل ماك لا تحصل ثم يقول يقول الأمو ماما درستيتو يعني عندي حاجة في السناني دكو بسكو سي بخوفان حبطت الكاري وكبرت الكاري ثم يشكي ثم الأم مالوغزما كيتشوف تصيب كماما انتخو دون الدن ثم يفوق يفوالي شالدنتيست مام لبغوصاج لا تنظيف الأسنان بالفرشات خلاص ما عندوش جدو لازم نكمله لازم نكمله لانو ويقائي بس ويقائي في المنزل لكن لازم تديه عن طبيب الأسنان باش يفحصوا يدنك دكتورة كيتكون الشيطة صعوم، نعم ما كيف كيف هبحث فيها نعم دينا كل شكرا لازم ننصح الأولياء يجب ان تفحصوا في الدعار لا تتحدث شديد من تنظيف او ابنتها لا تقول لا انت ذلك لا يụج لن يأتي تحل إسهل تحل إسهل حالي لو فمو شوفيه مام يشتكيشع مام يديبا لجمال دفاع كان أطفال يخبوا يخافوا الخوف يتعلم يقول لي ما يهضرش كامل إلا مال يشوف كل الأنفان بصح ما يقولش سي باران طيب ما إنه ماجوكان سي وماما يشوفوا ما معندوش نكاريتو ميو بصح نتبع يقدر اليوم ما عندوش غدوة من ذاك يقدر يبدالو تسويس ولكن هذه الأسنال البانية واش من السن باش تبدأ تروح ياني باش تفل بشي ت coopيرتعنا نقولوه لشوت دادان دالي تبدأ تروح هي شوف الانفان يدر لبسيد دعوة لالجل سيزان تحت مالا جد سيزان دهجا راهو عندو أسنال البانية بساح الدرس اللاولاي تبدا فلالجل سيزان هذا هو مولار ومولار ينبتون مرة واحدة هذه مولار لدينا 20 دن دولي ها 20 دن اسنان لبانية معروفة هذه هذه هي بوش دكور لنظر يعني من 3 نقاط لك تحبس ثم تحبس تحبس مثل تحبس ثم تحبس حتى تحبس تحبس هذه تحبس صحيح هذه 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 تحبس تحبس أي طورق أو كنت موجود بحقبل Gimmeو لكًباح إنها زيادة المدينة هناك ثانية هنا يدفع البنزائية شخصится ليرحصل وت aerنية عن ديما أم هدفع دروس العوان وصنع أهامل دُعSíو لحياتك یا آلاқ سنam ي violetترون ت entendeu حم體 سمس بعد ذلك يذهب إلى الشتاة بعد ذلك يذهب إلى النبطل واحدة أخرى يعني إلى دون حسناً دائماً كنت يذهب إلى الدون غير تذهب إلى دون دون تعاود تخرج إلى دون أي من تحتها لكن هذه الدون دائماً كانت الداخل العظم وهي ستطلع وهي ستدفع في الأقرى بشتتنحها ستكبر لأن كانت الكوغان بعد ذلك دارت الجو دور ستكبر لأنه لم يتعطف لها لا يشعر لا يشعر لا يشعر لا يشعر لا يشعر لا يشعر لكن يشعر ولكن في عام 5-6 عام يبدوا يبوجوا يبدوا يبوجوا ثم يبدوا يبوجوا الماما تعرف بلا ستخرج إلى دون دائماً والاكتمال تحت الخروج هذه الأسنان الدائماً نعم أحباء حتى العمر 12 سنة 12-13 كان لدينا أخر دوزة دوزة ومن ثم كل عام تخرج عندنا عند السابق كل ستة أشهر يبدأ يدرنا درسة أخرى لا يشفى كل ستة أشهر عند الطفل كل عام من ستة أشهر إذاً، بين 6 و 8 عام، يُخُرُجُوا الانسيزيب والقواطع ومن ثم، بين 7 و 9 عام، يُخُرُجُوا البرموليغ ومن ثم، بين الكنين، كل عام يُدوه، حتى يُكمل 12 سنة 12-13 سنة ومن ثم، بين 15 عام، إلى 25 عام، يُخُرُجُوا الانسيزيب وهي الدراس، يقولون دروس العقل، دراسة وقلنا نقبل، تسوّس، تسوّس هذه الأسنان اللبنية وكامل، هل ترى الطفل إذا كان، بالمرة، غالب يُكون له كانالاً انفكتي وكامل؟ أحباً، في دراسة الطفل،، لا أرى، لذلك، نحن أقول لك، الأم التي يقول أنها تشاهدها لابد أنها تشاهدها الأب دائما لا يقصد فيها هي الأمام وهي التي تجريها للطبيئة أمام الطفل، لو كان لديه تسويس في الأسنان أو هو في المدرسة يتعطل على دروسه بالضبط يكون لديه غيابات بالضبط لذلك، هذه المرة الأولى تشاهدها تشاهدها لديه غيابات التي تشاهدها 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 وليس لديها تشاهدها لا تشاهدها وليس لديها ولا تشاهدها إذا سوف تشاهدها وحديثها وشتراكة ومعاً سادسة سيكون جدد ينصح لذلك، افتح أمام الأبنى نعم الأسنان اللبانية هنا كنت تشوف بلي هي ما تبعش ولدها وصلت الدرجة وان جاه لابسي التحاب دكور نفخت لدن خلاص سي كاريمو تدير طب الأسنان يطلو يطلو الوصفة دونك علاج بالأدوية ثم يشوف الطبيب دونك يستيشوف بلي سيتون دن اللي دارت بزاف انتحاب شديد تما إيبو ميولان في كاريمة دكور بس كما تعودت غير تعودت له في الواقع هي مليح أننا والنيبار يعني الانفون مدابينا معيش هالتجربة مليح من نحوش الأسنان اللبانية وحتى الطفل يعني ما لزمش يعيش بعد كل كل سن يروح في الوقت تاعه المحدد بس كفهمتني تربية تربية شكرا شكرا دكتورة هي الوقاية هي الوقاية للتحين نرجع الوقاية نرجع لكم بعد باش نوريهم الوقاية الأحسن شكرا شكرا دكتورة شكرا 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 سيد نوردين لابريت 39 سنة في سلك التعليم وحنا على بنها بالأولياء أهمهم الواحد ونجح ولادهم في الدراسة اذا احنا رأنا هنا اليوم حقيقة نوجه نصائح الأولياء على أطفالهم في كامل أطوار أطوار نمو الطفل ولكن نركز لهم دائما على التمدرس لأنهم يعني شوف أنا شفتها مع والدية شفتها يعني الدراسة هي أهم شيء يعني في هذه المرحلة هذه والأسنان مهمة جدا مهمة يا هل ترى حبيت نعرف المربيين وكامل هل يعطوا أهمية الأسنان يلو كان هل هناك دروس يعني في البرنامج هل يتكلموا معهم يسقسيهم أهمية تنظيف الأسنان اسكوا عنهم ديراية بهذا الشيء ماذا بيت وضح لي هات الصورة نعم شكرا سيزيد طبل ذلك سمح لي في عجلة باش نعرف حالة التسوس نسبة التسوس عند أه أطفالنا في الجزائر كارثية وكلا لا 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 موش كما نتصور لماذا؟ لأنا سأعطيك النسبة للتسوس عند الأطفال في العالم وهذه درتها المنظمة الدولية للصحة للصحة ما بين ثمانين وخمسة وثمانين في المئة من الأطفال مصابون بالتسوس الأقل عنده سوسة يعني نسبة كبيرة بالعالم أبقى للأطفال يحبوا الحلوة ولكن في الجزائر هذه عندها تقريب خمسة سبعة سنوات في الجزائر أربعين خمسة وربعين في المئة اللي مسوسين نعم إذن الجزائر هي في توقني تسألوا يا أهل تارى بلك ما عندهمش الإمكانيات باشي تناولوا الحلوة والشوك والعطاء وكامل يعني ممكن النمط المعيشي هو النمط المعيشي حقيقة في الدول الغربية بلك عندهم مدركة راه الناس بدأت تتوعى هذا هو الشيء الضبط هذا هو الحب تنبينه يعني هذا هو من قبل يعني من قبل كانت إحنا كنا ربما ربما نكون في النسبة للعالميالي يعني تحسيس وهذا تحسيس نعم والوعي على الأولياء وكامل بلك ما كانش نعم فيه تحسن كثير واهتمام أكثر من طرف الأولياء ومن طرف المنظومة التربوية توجيها أطفالنا من أجل الوقاية من التسوس ولكن رغم هذا تبقى أربعين خمسة وربعين في المئات تبقى دائما نسبة يعني نعم 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 من طبيعتك المهم سيزيد احنا في المدرسة في المدرسة كانت ثلاث حالات تواجه المعلم والأسرة التربوية بالنسبة للأسنان تعال الأطفال أولا هو بيسمى بالخيراج لابسي لابسي الالتهاب الالتهاب يسميه الخيراج هكذا يعني مش طالح على كل حال لابسي تلمين عنده المعلم يشوف تلمين عنده أبسي ويعاني كان كذلك الألام الأوجاع المعلم رويقري ولا المعلم حتى تلقى طفل وجعته درسة نعم وجعته درسة أسنان أدرسة نعم لكن كان الحالة الثالثة اللي ما تكلمناش عليها هي الحوادث بتاع أعبالك المدرسة عطفال يتحركوا في الساحة كذا ويسقط ويحدث له كسر كسر مثلا أو صدق أو كماش يقولوا صدمة صدمة أو كسر هذا كذلك هذا كذلك يعني موجود في المدرسة ما العمل ما العمل في الحالة الأولى آلام تلمين يشتاكين المعلم عنده آلام هنا المعلم ما لازم يشتقلق يخليه تبع الدرسة نتاعه وفي العيادة في الحق في المتوسط الثانوي عندنا في الجزائر كان عيادات ولو فيها أبسط الأدوية تحت الدخول الأولي سريع هذا يعني موجود في الامتدائي حسب الامتدائيات حسب الامتدائيات ولكن هنا وش الدير المعلم أولا يتفادى تقديم لاسبيرين للتلميذ هذا ممنوع منعا باتا ويمكنه أن يقدم له بارستامول بارستامول يعني حبت على بارستامول لأن بارستامول بعد خمسة عشرين دقيقة عشرين دقيقة راي حتهدى تلك الألام والتلميذ يوصل للدرسة نتاعه ولكن لابد من إعلام وإخبار الأولياء هذا من جهة كما قلنا هذا كل لابسي الخيرات هنا سيغوت ريشوس لابسي سيمبوغراف يعني شوية نعم اتهاب حد كما يقولون هنا المدرسة المعلم أو المدير لا بد من إعلام الأولياء واستدعائهم إذا استطاعوا أن يأتوا إلى المدرسة أخذوا ابنهم إلى طبيب الأسنان إذا ما كانش الأولياء غيبين طيلة اليوم ممكن يشوف كيف يدير باش يتعصر هو بالطبيب الأسنان في انتظار الأولياء ثم الحالة اللي هي شوية خطيرة شوية هي الكسور هذي والكذا هنا على البالك يجب تدخل للطبيب بالضبط هذه كانت حاجة استعجالية كما يقولون استعجالية شكرا فيما يخص الوقاية في المدارس أنا أعترف بأن في بلادنا في السنوات الأخيرة كان فيه اهتمام كبير من طرف الصحة المدرسية بجانب تنظيف الفم والأسنان نعم الفم والأسنان بحيث أنه كما دائما نقول هذه الوداس وحدة الكشف الصحي تدخل إلى المدارس أول شيء تقوم به هي تنظر إلى هذا التسوس والتسوس في المدارس في المدارس يعني رأنا بصنا إلى خمسة وثلاثين في المائة يعني من نعم نعم أكبر أكبر أمراض التسوس جميل نعم ولكن يبقى أكبر الأمراض التي تكتشف في المدرسة ما قلت الطفل خجل الطفل في المدرسة وخارج المدرسة بل التمدروس هي التسوس تسوس حققا هذه التفل الطبيعة هي حب العالية نعم ولكن صبحت فيها اليوم الزملاء المسؤولين عن المؤسسة الترضوية يستدعون أطباء الأسنان يجيوا ويدروا دروس دروس تحسيسية للأطفال في كيفية تنظيف الأسنان وكيفية الحفاظ عليها إلى غري ذلك وحتى يقدموا لهم مطويات وبعض صور وكذا وينصحوا المعلمين باش في القسم خاصة ترفق الأقسام الصغرى يديروا في القسم صور كبيرة بالضبط وين يبينوا السنة سليمة صحيحة وبجوارها السنة مسوسة محفرة مكسرة إلى غري ذلك تلميذ لما يشوف ويبقى عايش في هذا هو يحب إلى جانب إلى جانب حسب المستويات كان صورة أنا نظر للإنسان وخاصة الطفل كي يبدأي كبير شوية يحب الجمال يعني له البو سورير كما يقولوا الإبتسامة الجميلة أنا نظر لم يكن أحد يحبش الإبتسامة الجميلة لذا الإبتسامة الجميلة تجيب الأسنان السليمة تشين فرغ منه هني خلو سيبة بكل أشياذة تعطينا نظرتها كمختصة اجتماعية كمتخصصة في المجتمع يعني تأثير الفم الجميل على الوسط وعلى المستمع وعلى الغير على العصر سلبياً أوه جبياً سيدة حريش أمينة مرحبا بك مختصة اجتماعية في الأسرة والطفل وكامل كيفاش الأسرة الجزائرية تشوف هذا التسوس؟ هل ترى كما قال سيلابري شفنا باللي كان تراجع في التسوس يعني الحمد الله في السنوات الأخيرة؟ هل ترى هو وعي الأولياء ولا كاين تحسيس ولا كيفاش رام يشوفوا هالتسوس؟ هل ترى الأولياء وقفين على هذا الشيء وحبين أن نعرفوه؟ الفضل يا أستاذ أهلين يا زيد مرحبا ببناتنا وأبنائنا بزملاء الكرام يعني أنا قبل ما أجيب عن تساؤلك الأخ يا زيد أود أن أتطرق إلى حالة الاستنفار القصوى لتحصل في البيت عندما يكون ألم أدراس عند الأبناء سواء كانوا أطفال أو شباب يوجع وما نقدروش نتحمله يعني فما بالك طفل صغير كان حتى تصبح عنده فوبيا تخوف من طبيب الأسنان وإحنا المشكل أنه كاين أولياء عندما ينصح أبناءه يقولون ديك عدد الدنتيس والكلاب كنا صغار وتخيلوا هذا الدنتيس هو مجرم مع احترامتي للدكتورة أنا روح دلت زيارة دلت زيارة لمستشفى أطفال مرضى بالسرطان هنا وليد كين نجي نرفض الطفل يمه واش تقول له لا لا ولدي هذا مش الطبيب مش الطبيب يعني كارثة للأسف الشديد يعني يعني نشوفوا احنا ولي هاداك المئزر مجرد المئزر الأبيض كلنا رانا أمهات هو يعني يخلع طبيب لازم ما نخوفوش ولدنا ووي ماشي ملعا وصدقني كاين أطباء ونقول لهم تحية التقديل لهم كاين دي بيدياك اللي ما يلبش مئزر رامي تحيوهم مالعبين يعني يعني ما يلبش المئزر يخاف كي يلبسوه ولا تبذلات على تخويف ترحت سؤال يعني الطبيب الأطفالي يتبع عنده أطفالي قال لي ما نلبسوش مئزر لأنه يدخل يبدأ يبكي وفضل أني نلعب معاه يعني نقولوا احنا لدنتيس تاعنا ما شاء الله وعننا أطباء الله يبارك لكن هذك الالفوبي هذيك اللي كاينة اتجاه للدنتيس لازم نحاولوا أننا نقصوها كاين الطابع الجمالي احنا نعرفوا أنه بحكم التغيير الاجتماعي دريالي دو كامي يعرفوا مع مواقع التواصل الاجتماعي البنات في سن المراهة قارركزهم هنا وين بدأوا يحتموا بجمالهم كذلك نشوفوا شبابنا كاي اللي يحب يتقمط شخصية فنان وانا نقولهم ما تقمصوش بزاف لأحتفظوا بشخصيتكم ما يقول لي هناك الاهتمام نظن أنه هذا هو السبب اللي خلى بالإضافة إلى دور الأولياء ودور ودور التوعية والتحسيس ووسائل الإعلام إلا أنه الشباب والواعي لأن التطور التكنولوجي ولا إحنا ليزادوا ليصنطع هدلوقت راهم واعيين باختلاف تعبكري تروح له سنة يقول لك نورمال هذا أبدا يقول لك أنا راح لي درس راح لي سن يعني يشوف هذا الشي كذلك يزيد وينتكلموا على العادات السيئة في التغذية إحنا رانا نشبه الدول الأوروبية ورانا نقربوا لهم بزاف من حيث العادات السيئة هادوك لأولادنا كامل نطورهم ملقوتي أنا يعني أنا شخصيا تعرف الأستاذة طبيبة هنا أدرى مني إلا قاعد في المدرسة يا زيد المشكلة الموجودة والأستاذ مختصرة يعني من قطاع التربية ما كاش من يبروسي وأسنانهم حتى في المدارس الخاصة يا زيد دكتور تلاجورني كذلك يا زيدي لا سمحت التدخين اللي راهه آفة خطيرة موجودة حتى في المتوسطات والإحصائية موجودة والأستاذهاه في قطاع التربية ويثم من ما أقول نشوف الدول الأوروبية دركها خلاص تدخين مكانش تركها حتى على محل لازم تبعد تسع أمتار على أي محل باش تقدر تشعل السجارة ولا نظن لازم الأولياء يكونوا واقفين ونازم توعية في هذا المجال هذا بالتدخين دار ما عنده حتى فيدة حتى فيدة شكرا شكرا أستاذ سيدة مهراوي إيمان مرحبا بك مرحبا بك كي معنا اليوم كولية أمر أم ماذا بينا تكلمينا وأنت كأم يا هل ترى مع كيفاش تتعاملي مع الأطفال تاعك يا هل ترى تفهمهم كيفاش يبروسي ولا تقولوا لا لا رحتوا بروسي هل طريقة ترهيبية ولا ترغيبية ولا كيفاش ولا تقول لهم باللي تخوفيهم التسوّس توجعك سنتك كيفاش تتعاملي معهم السلام عليكم شكرا على الاستاذافة مرحبا أنا عندي بنتي في عمرها خمس سنوات ما يباك من اللي كنت في عمرها دوزان يتبعني كنو حانا نغان نضاف أسناني ولا باباها دايما ندوها معانا تشوفنا كيفا نديرو الأخر دايما نتبعنا والدوكاك شغول ولفت ولات بروسي عادي ولات وحدها تفطار لخطوح تبروسي وحدها عادي ديجال بارح ديتها لطبيبة الأسنان كانت عندها تسوّس ما حبيش تنحيلها قالت لي بنتك ما زالها صغيرة كانت عندها سوسة يعني كان عندها سوسة قاد لي ما ننحيلهاش تاكل حلوة بزيك قادت لي هادك شغول مشكل فيه ما عرفت شكرا 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 مادام الله خليك خليك شكرا شكرا دكتورة نعيمة مهدي تكلمنا على الأسنان جمال الأسنان وكامل حبينا له كان مثلا إحنا كنا صغار يقولك رحت بروسي سنانك ما أنك يكون صغير واحد ما قال لي كيفاش نبروسي وش حال الوقت اللي نبروسي فيه بوص معنا بلي لازمت بروسي تلت مرات في اليوم بروسي تلت مرات ولكن كيفاش تلت مرات وكان وكان نبروسي مرة بعد الغداء ومن بعد أننا نأكلهم بردو شوكولات ولا أحبة حلوة أسكن نبروسي ولا ما نبروسيش ولا وش هو الوقت اللي تكون فيه السوسة يعني مهم أنا حتى كبرت باش عرفتوه على كل حال ومدى بنا تولينا الطريقة السليمة اللي نبروسوا بها سنانا أول شي حبيت نعرف نفهم الأطفال سوكتو وش نتسوص كيفاش يتم التسوص ويحدو التسوص عند الأطفال هي الأطفال يحبوا يعني انجنغالا لازنفان غاي يحبوا السكريات يحبوا المشروبات الغازية الغازوز هادو كامل يؤدو إلى التسوص إذا ما نضفناش أسنانا هادو باش نعرفوا يقدروا يشربوهم وياكلوا الحلويات بالصح لازم تنظف أسنانك شحال مرة في اليوم؟ هي تنظيف الأسنان ثلاثة مرات في اليوم عليش السوسة مثلا شحال تاخد وقت باش تتكون باش تبدأ تكون هادو كسباح ناد عو شرب حليبو تداول فاتور صباحة السيسور فيه السكر ديجا الحليب فيه السكر وفيه أو تناول معاها أنقات والسيغيال السيغيال ديجا سيسكرية هو عو كمل أو رايح المدرسة إليه بليد سوبروسيل نسا ما نغسلش أسنانه راح المدرسة من 18 صباح حتى 12 هو في المدرسة هادو هاد المدة كامل السبعة من دي منحي أطفال السكريات الموجودة في المأكلات اللي كلاها للطفل هادوك السكريات وداخل الفم عندنا البكتريا موجودة دائمة يعني داخل الفم ذاك كين بكتريا عايشة معانا هادوك البكتريا صابوا في البقاية على الأكل اللي سقط على الأسنان داخل الأسنان صابوا سكريات هما هادك وش يحوصوا للبكتريا يتغدو بالسكر راحوا يروحوا لهادوك البقايا البكتريا يتخلو السكر ماشي ياكلوه يحوولوه يحوولوه إلى ماذا؟ إلى حامض حامض هذا الحامض هو اللي يبدأ يتقبلنا الترس يتقبل الحمض يتقبل ترسكي أسيد حبت نعرفه سمعت يقوله ثمان ساعات كان يقول ست ساعات هي مدة عشان دقيقة تقدر تصرع الدقاء 20 مينوط يصرع الدقاء هاد البروسيسيوس هادا أنا بروسيت سناني صباح بروسيت سناني صباح 20 مينوط هادا المعلومة يتكون الحمض يقدر يصرع هادا هادا ستون فرمي الشيميك هي أحسن شيء أن الوحدي بروسيت سنانه بعد أي وجبة مالي حداغل ننصح الأطفال يضع داير فالأطفال الكبارة أطفال شغطوا الأطفال نحن نازل حصان الأطفال نعرفه بالطفل يزرب سريع في كلش ننصحه داير ينوط بكري يوجد المحفظات عقبال أو كلاو شرب ماذا ما درشت المحفظتي ينظف أسنانه دايرو كلش بالنظام دايرو كلش بالنظام وليل هم استاذكيش بروسي أسنانه فهموا فهمتوا الطريقة كيفاش تصير التسوز لا لا فهمنا بليل الحمد يتكون مباشرة كي تخلي السكر سكرية فوق الأسنان جيل باكتيريا تحول هذا السكر إلى حامد تحوله إلى حامد ما يعرفوا المدة اللي بروسيوا فيها نعم وكيفاش الكيفية يا أطفال البروساج دايرو تنظيف الأسنان لازم يكون مرة 3 مرات في اليوم 3 فا بار جو وكما نقدروش مرتين ديجارنا على الأقل على الأقل ربحين في مهمتنا والمدة المرة هي مرتين على الأقل والمدة ثلاث دقائق أو دقيقتين على الأقل الأقل دقيقتين تتخيل هنا المدة هي مرتينة وعلىها مرتينة لأننا كن بروسيوا سناننا المعجون الأسنان هذك فيه الفليوغ داكو فيه مادة الفليوغ الفليوغ كن أعطلو وقت كن بروسيوا سناننا ونعطلها وقت هذا الفليوغ يقعد في السناننا يقعد على طبقة الميناء داكو يدير يكوش هكذا شو الطبقة المدهوم هو هذا الفليوغ اللي حي يعطينا حماية للمدة هذك المدة اللي يرهو في المدرسة بس ك تنظف سنانه صباح وعلى 12 ورايح للدار يأكل يزيد ينظف أسنانه يكون عنده أنكوغ طبقة الفليوغ فوق الأسنان تاعو تحافظ عليه من 12 حتى العشية كيرجع لدارهم يأكل يتغدى لدارني ربا نعم يغسل سنانه تحمي هذك ثم تخفى بارجور نحميه سناننا ربيا وصورة الفليوغ هو اللي يقعد لك يحطنا طبقة واقية واقية على الأسنان والفليوغ عنده ثلاثة وظائف اسم عبليح الوظيفة الأولى ينمي ويردي الميناء هذا البلون الطبقة الأولى يغدي وينمي الميناء الوظيفة الثانية هو يمنع يمنع البكتيريا من أن تحول السكر إلى حامض شفتوا المهمة التالية جميل 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 والمهمة الثالثة يمهل ويبطئ تكاتر البكتيريا ونموها جميل 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 كيفاش بروسيوصنا لنا؟ حتية حنوصل لها حنوصل لها حنوصل لها الفرشات يا أطفال بدلوها كل ثلاثة أشهر باشتشفوا كل فصل السنة فيها أربعة فصول عندنا فرشات فصل الشتاء فرشات فصل الربيع فرشات فصل الصيف وفرشات فصل الخريف عندنا أربعة فرشات في العام هذه يقولوها الأولياء تنظيف الأسنان هي مليح عندنا هايكلة هاو الفم بتاعنا نقصبه على أربعة الفك العلوي نقصبه على زوج والفك السفلي على زوج لذلك لدينا أربعة أقسام نحاكمو فرشات الأسنان نحطو قيس حبة تاع فصلية فصلية فعلا اين وازات نحطوها في الواسط نبدو نوجدو كأس تعلمات عنا باش نشلو هاي الكأس أخر من نحكمه باللد ويوجده هو ألافانس نحكم الفرشات نبدأ نبروصي من اللده إلى الأبيض من الأحمر إلى الأبيض ونضيه في الانسان لا نضيه هذا هذه طريقة خطيئة طريقة صحيحة من العموديا من الأحمر إلى الأبيض نبدأ نضيه من الداخل نضيه التور كامل هذا القسم الأول نكمله من الداخل القسم الثاني من الأحمر إلى الأبيض من الأحمر إلى الأبيض لا تضيه أطفال هكذا هذه طريقة خطيئة خطيئة تعلمنا هذا البقية يزيدوا يدخلوا واللده تمرد نحاولها البقية اللي يحصلين فيها ونزيدوا نحبطوا للسنة من اللده للسنة نضيه نضيه زوج وضعيف النقي واللتا والنقي والأسنان من الداخل وعندنا التواحد الملاء عندهم هاد الكوتة هاد الجهة تحهم اللي فيها سدي الحفرة هادية تلسق فيها الأكلة هادية كيفش نبرو سيواء نضيه هادية نضيه هادية نضيه هادية باش نحاولها كامل وشلسق فيها الداخل طبية ونفسش وما ننساوش الليسان الليسان مهم وبدأو تجرب الفاكل العلوي العلوي علىه كن بدأو به بس كن تهبط الماكلة تهبط الماكلة بضضط كن بدأو بالتحته وننساوش وننساوش الليسان الفاكل العلوي داخل يحبطونا في الفاكل صفلي ما تنساوش الليسان تاعكم جد ما فيها حسنا الليسان بروسوح نديرو في الليسان نديرو شوية تاع الدنتي فخيس من كتروشها حتى كنكملو الأسنانة الليسان نخلوها أون درنيا والأخر نشلو و هي تشلل مش نشلو ماشي أشاك فوا هي الدنتي فخيس ما يحرقش بسك كان الدنتي فخيس الأطفال كان الدنتي فخيس هكتبار يعني ما يحرقش كان من من استعملوش الأطفال من استعملوش دنتي فخيس تاع الكبار تاع الكبار و كنكبلو و بعدها هي كانت كالدالك نصيحة خيط الأسنان الفيل دنتر الفيل دنتر ستخير امورطن كمنا البروساج نحكمو الفيل دنتر نزيدو نجوزوه بالأسنان كامل هنا عندنا تنظيف كامل الحمد لله و كيف نعطي نصيحة زيارة الطبيب الأسنان تكون كل ستة أشهر كل ستة أشهر زيارة الأولياء الداخل في الدار يشوفوا اللي دان بالصح ما كاش كيمال لا طبيب الأسنان شكرا 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 إذا زيارة الطبيب الأسنان إن شاء الله إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا أنا شخصيا تعلمت اليوم أنا مولف بروسي سناني هكذا دوكم اليوم رحم بروسي هكذا من فوق التحت إن شاء الله إن شاء الله تكونوا تعلمتوا معنا بزفح ويج و عليكم يا أولياء مراقبة أطفالكم حلولهم فمهم شوفوا إلا فيه سوسة نقطة كحلة وكامل و قولوا لهم على بروساج ديروا معهم مثلا تقدر تلعب مع أوليدك قل فوالا تدلوا جدول كي بروسي سنانو يدير إيكس هكذا كيرتب الغرفة تعوي يدير إيكس وتفهم معه في آخر الأسبوع كيدير 15 عالمة مثلا تدلوا هدية ولا تخرجوا يتفسح ولا حاجة ولا مليح أنك تلعب مع أوليدك ويكون تواصل مع أولادكم صحة الأسنان مهمة 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 جدا إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا وتواصلوا معنا عبر موقع الإنترنت ولادنا تحتجنحنا بوان كوم ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحتجنحنا سلام من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبدل جهده نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلده من حق الطفولة صحة علم وحب وحنا لها قهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان نفسنا عنها مسؤولة حقها واجدنا ما كان حتى وهو طفل صغير فكلامه ليس بممنوع فله الحق في التعبير حتى يكن صوته